موسيقى أنا بتذكر زملائكي بدنا مع بعض بعد فترة بتتخاطع كثير في الأشغال وفي العطاء وفي المصالح وما بيعودي يفكر فيك شركك في الشغل أنك أنت ست أو رجل موسيقى بداياتي كانت أنا الحقيقة كمحامية يعني قبل ما أدخل على قطاع برمجيات والاتصالات عملت كمحامية في الأردن تخرج من جامعة الأردنية تخصصت في قطاع التأمين يعني برضو بعيد عن البرمجيات وبردو بعيد عن قطاع الاتصالات واشتغلت أول وظيفة في الموارد البشرية في شركة أريكسن في سويد وبعدين من هناك كملت في القطاع كخطاع كتخصص وهي أعطتني خبرة كبيرة وحركة عملية كبيرة مكنتني أنه أخذ هذا القرار أنه أرجع أنا وزوجي وشريكي ونعمل شركة في الأردن وسميناها إسكادينيا البرمجيات اليوم بدينا باتنين كنا 15 شخص اليوم حوالي أكثر من 300 و350 شخص كان قرار طبعا فيه خلينا نحكي صعوبة بلا شك لكن كان أنه إحنا باثقين أنه البلدان العربية هي بحاجة لشركات في مجال التكنولوجيا تكون تضاهي الشركات الأجنبية أنا بتذكر سنة 2000 كيف كان الإنترنت يعني ياخد وقت طويل عبي ما تربطي عدد الخريجين من الجامعات كان قليل سواء برمجيات أو هندسة اتصالات أو هندسة كهرباء أو معلوماتية بشكل عام وبرمجية كانت عدد الشركات قليل وكان لسه السوء من هاي الناحية لسه عم بيطلع وكان هذا هو التحدي الحقيقة لأنه كنا جزء من التطور يعني جزء من تطور المعلوماتية داخل الأردن يعني أنا أذكر تماما أنه في بعض الفرص يعني كان تميز أنك تكوني سيدة داخلي فيها إذا بدنا نحكي عن النشاط الاقتصادي تحديدا هناك ضعف في إقبال السيدات على هذا النشاط الأعمال الريادية أيضا نلاحظ عندنا بالأردن تحديدا أن المقبلين على هذه الأعمال والمشاريع لا يقبلون عليها من السيدات في مرحلة مبكرة إنما في مرحلة متأخرة طبعا لأنه في عوامل كتير تدخل بهذا الإطار يعني منه نسبة متوسط الدخل عندنا منخفضة جدا أيضا معدل البطالة في ارتفاع بالإضافة أيضا إلى أنه نفس الأعمال والمشاريع الريادية فيها تعقيدات وإجراءات مش سهلة بالإضافة أيضا كمان في عندنا الأغلب السيدات تتجه للقطاعات اللي بتكون أسهل ما فيها تعقيدات مثل الصحة والتعليم الثقافة المجتمعية أيضا بتفرض هذا الشيء بالإضافة أيضا كمان للالتزامات العائلية اللي موجودة على عاتق المرأة العردن بتميز بعدد كبير من المؤسسات التعليمية النساء بشكله تقريبا نص خرجين هاي المؤسسات التعليمية وقطاعنا زي أي قطاع تاني كمان عدد خرجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالعردن بشكل تقريبا بالسنوات الماضية الأخيرة أكثر من 53% من حجم الخرجين أو عدد الخرجين من الجماعات الأردنية بالنسبة للدراسة اللي موجودة عندنا لعدد العاملين من النساء بهذا القطاع عم نحكي عن تقريبا 35% من العاملين بقطاع لتصالات تكنولوجيا المعلومات هم من النساء وهاي نسبة عالية جدا إذا ما منقرنها بكثير من دول العالم يعني في كثير من دول العالم النسبة المتقدمة جدا النسبة لا تتجاوز 15 أو 20% حتى في مجال ريادة العمال والريادة التكنولوجية اللي موجودة بالعردن أعتقد بآخر دراسة أنا شفتها هم تجاوزت نسبتهم الـ 40% كأصحاب مشاريع ريادية أو شركات ناشية عدد السيدات بشكل عام أو النساء اللي بيتخرجوا من الجامعات أو بشكلوا أكثر من 50% من الطلاب بالتالي إحنا مش إنه ما في ستات درسة بالعكس مستوى التعليم عالي أو ما في شهادات عليا هي هذا الالتصاق المبكر بسوق العمل المبكر والاستمرار يعني عدم هجران العمل على مدى طويل يعني حتى لو عملة اشتغلت 5 سنوات أو 10 سنوات يمكن تطلع من سوق العمل جملة وتفصيلا هذا هو التحدي كيف نبقي على النساء اللي دخلوا سوق العمل وانخرطوا في سوق العمل عشان يكملوا في سوق العمل مثلهم مثل الرجال ما فيك تقولي أنه هذا العدد الموجود هو عدد عادل هو عدد بعكس القدرات الحقيقية للنساء من حيث الإمكانيات ومن حيث العدد النساء نصف المجتمعات تقريباً إذا بتتحدثي عن الاتجاهات المجتمعية والثقافة المجتمعية هي بتشوف النساء كانت وما زالت موجود المرأة في قطاعات تقليدية نمطية بالعكس بيدفشوها تروح لهذه القطاعات لأنه بعتقدوا أنه هذا يتوافق أكثر مع دورها الأمومي بعطيها مساحة من الحرية أفضل إلها ولأسرتها بينما الرجل ما عندوش هي الأعباء المركبة ما عندوش أدوار نمطية داخل البيت يعني هو مهمته الرئيسية جلب المال على الأغلب هيك بيتم النظر إلها حتى في تربية الولاد والتحمل أعباء الأسرة دوره هو أقل بكثير من دور المرأة داخل الأسرة دوره خارج خارج العائلة عشان هيك يعني فيه فرقات حقيقية ما زالت ما بين ما هو متاح وما بين ما هو مسموح للذكور وبين ما هو متاح وما هو مسموح لللينات المرأة الأردنية بيواجهها نوع من التحديات والصعوبات في مجال عملها مرتبطة بدوار تانية بتقوم فيها بحياتها كدور ربة المنزل أو كدور الأم عم منقول أنه لازلنا منعاني أو بناش نقول منعاني لازال في ثقافة مختلفة في مناطق معينة في مماكن معينة في شركات معينة في حالات معينة ما أنكرت وجودها أنه هي موجودة ولكن احنا اليوم وضعنا أفضل بكثير بما يخص النظرة المجتمعية للمرأة ودور المرأة في بيئة الأعمال ودورها المجتمعي وقدرتها على التطور فأنا متفائل بخلال السنوات الأخيرة ومتفائل باللي جاي أكثر هل هو عم بشوف منزاوية واحدة منزاوية الجهد اللي عم ببذلوه كوزارة وحسب التقارير الراشحة إله واللي بتنحط على مكتب يعني معاليم لكن واقع الحال بصراحة يختلف تماما 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 إذا بتروح للأرقام الإحصائية اللي صادرة عن دقرة الإحصاءات العامة وهي الجهة الرسمية اللي نعتمد عليها من ناحية الأرقام وتحليل هذه الأرقام لاحقا تحكي عن فجوات جندرية عميقة موجودة بين المرأة والرجل يعني أي سياسة غير قادرة على أنها تدعم السيدات لن يعني لن تستطيع أن تصمد هذه السيادي سواء في برلمان ولا في مؤسسة حتى في الشارع العام لأنه بس يكون عندك أنت رب أسرة وتعبت كثيرا طلعت بنتك دكتورة وتعلمت 7 سنين و8 سنين وتيجي يعني تحس أنه عم يتميز ضدها لأنها إمرأة تحكي أنه هذا غير عادل موضوع البرمجيات تحديدا يحتاج إلى عمل دقوب يعني مش من الثمانية للخمسة يعني أنا بحكي لك يعني وبحكي لكل السيدات اللي بيشتغلوا في قطاعنا هندس البرمجيات مش من الثمانية للخمسة فيسبوك وتويتر وهدول ما نعملوا من الثمانية للخمسة فعلا فعلا تحتاج إلى عمل طويل ويمكن هذا بيحسوا أنه يعني المهنة مش سهلة المشكلة بس تقرر المرأة أن تدخل عالم الريادة والريادية يعني تأسيس شركات من الصفر وبناء فريق من الصفر يعني تصبح المرأة مسؤولة أو المرأة الريادية مسؤولة عن فريق كامل عن عمل عن اقتصاد فالخبر اللي كويس أنه إحنا قطاعنا فيه الأدوات اللي بتساعد الستات يشتغلوا بشكل يعني متواصل أكتر وتردم الفجوة أو هو اللي جاي من حقيقة أنه هاي حقيقة تاريخية ستة أنا بقول لك هاي حقيقة تاريخية الرجال تاريخيا قضوا وقت أكثر في موضوع العمل وفي سوق العمل من الستات هذا بشكل بشكل كلي بشكل جامع وهذه الفجوة ممكن يوم نردمها باستخدام أدوات التكنولوجيا كالعمل عن بعد واللقاء عن بعد والتجارة الإلكترونية عن بعد أنا أول ما أجيت أدخل للجامعة كان أنا وعيلتي تمام ما في أي مشاكل في موضوع التخصصات إيش البنات عم تشتغل بس كان من عائلتي إنه قول الأفراد البعاد كانوا كتير بيحكوا في موضوع إنه لأ اختاري هذا عشان هاد أحسن البنات بس هاد أحسن للشباب فكان في شوي لهاد الكونفلكت إنه لي يعني إيش عم بسير هون الشركات المنظمات حتى الحكومة بفضلوا أو باعتقادهم من هما برأيهم إنه الرجل أفضل من المرأة لوظيفة معينة إشغال وظيفة معينة هاد الاشي إحنا يعني ما بنعاني منه كثير كونه لسه يعني عنا إنه عدل بهذا الموضوع فبعتقدوا إنه الرجل هو أهم من المرأة أو أكثر من المرأة قدرة على إنجاز عمله كونه متفرغ أكثر من المرأة كونه ممكن ما بشتغل بأكثر من شغلة إحنا في كل مكان بتلقينا والبنات عندهم إنه مويري فوقتها تخصصات التكنولوجيا والمعلومات بس مشكلتهم إنه شوي عم بيكون في صعوبة في هذا إنه المجتمع يتقبلهم إنه بحسهم بالخبرة مننا الناس صراحة بتعطي قيمة أو قرار أخير دايماً للرجل لأنه بيتوقعوا إنه النساء بيمشوا بعواطفهم أكتر مع إنه إحنا لما نشوف على أرض الواقع إيش عم بيصير ممكن أوكي ممكن النساء عم يمشوا بعواطفهم شوي بس ستل لما يكون فيه قرار حاسم وأخير لأ بيقدروا ياخدوا قرارهم بس أنا بصراحة بنفس الثانية ما بطالب بالمساواة أنا بطالب بالعدل بينهم ترجمة نانسي قنقر مش مقتنعة إنه فيه يعني سياسة يعني سياسة تمييزية ضد المرة يعني أنا مش مقتنعة إنه فيه هيك شخص رجل قاعد بفكر كيف إنه صعب على النساء شغلهم فيها سواء كان هذا مشرع أو قاضي أو مدير عام أو رئيس هيئة أنا باعتقد إنه لكل وصل المرحلة في الأردن إنه أصبح عمل المرأة ضرورة للنماء يعني قبل عشر سنوات كانت عشان تسافر سيدة على أفريقيا في عقد عمل معنا في الشركة أو على أوروبا أو كانوا الأهل يحكيوا معي تليفون إنه يا ترى بنتنا المهندس يمسافر وين وشو رح تعمل اليوم السفر إنها تسافر وتحضر اجتماعات وتلتقي بناس وهذا صار شيء طبيعي يعني أقرب للطبيعي يعني أنا من خبرتي التراكمية عبر السنوات بلاقي إنه رياديين الإناث بشكل عام بشكل عام أفضل من رياديين الرجال أعتقد إنه فيه مساواة جندرية قانونية هيكلية بين الجنسين بأعتقد إنه يمكن اجتماعيا في بعض العواقب أو بعض العقبات بين الجنسين بس هاي مش هاي مسألة بين المجتمع هاي مش مسألة قانونية اليوم أعطيكي على سبيل المثال فتاة أردنية مشاطرة زكية ناجحة من سكان منطقة بعيدة عن العاصمة عمان فرصة العمل الوحيدة موجودة بالعاصمة عمان صعب عليها كفتاة إنها تترك المكان اللي موجودة هي فيه مشان تيجي تشتغل بالعاصمة عمان وتعيش لحالها مثلا هذا الشيء قد يرفضه ما إلو علاقة بعدات وتقاليد يعني أنا مع كل إيماني إذا بتيجي بنتي بتقول لي بدي أطلع أعيش لحالي وأشتغل برا لحالي أنا هكون يعني مش مرتاح أنا كأب ما عندي مشكلة ابني روح يشتغل وين مكان لأنه أنا مش خايف عليه لما بيعرف يدبر حاله بنتي لو بدها تطلع تشتغل أنا مش خايف منها أنا خايف عليها لأنه ما بعرف وين رايحة وبعرفش الناس اللي هناك هذا هذا مش مساواة أوكي بس هذا خوف على الأنثى أكتر من خوف على الرجل هذا بوقف عائق بس يمكن لو ييجي ابني يقول لي بدي روح يشتغل برا أقول له عادي روح يشتغل برا ما في مشكلة فمنظل منخاف إحنا على البنت أكتر ما منخاف على الشب العدد والتقاليد هي ثقافة متغيرة بدليل الثقافة من بلد لبلد من مرحلة لمرحلة من مجتمع لمجتمع هي متغيرة في بلادنا صنعنا منها سجن وجلسنا خلفها وصارت تي تتحكم بكل مسارات حياتنا إحنا عندنا في المجتمع الأردني مش كليات لنفس التفكير بصراحة فممكن تلاقي في مناطق داعمين للمرأة ومع المرأة وهي قادرة وهيك مناطق ثانية ممكن لا بيحكوا أنه المرأة هي مرح تقدر فما في داعي أنه زي ما تحكي بيخافوا أنه بيخوفوها حتى ما بيخافوا بيخوفوها من نقطة الفشل اللي هي مؤكد أصلا أنها توصل لها مرأة بيشدوا ومرأة برخوا عليها وهذا الإشي كثير غلط أنه بيعطوها حريتها بأشياء ثانية وبيعطوها حريتها بأشياء بأشياء لا أنت ما رح تقدر أنت رح تفشلي أنت رح هتعملين لنا إشي مش مليح مثلاً ما عمي فكرت أنه الجندر هو عائق وما كان أبداً بالنسبة إلي عائق بالعكس أنا بشعر مرات أنه يمكن بالأردن مجتمعنا بس يشوف سيدة يعني عم بتحاول تشتغل عم بتحاول تنتج بساعدها أكتر هلأ بالنسبة للشركة بس يكون في عدد كبير من الموظفين ببطل أنا مديرة وهن موظفين منصير فريق وهذا الفريق بتقاطع بتقاطع بالوظائف بتقاطع بالأهداف بتقاطع في الرغبات في الهوايات وهذا بحتاج لكم عالي من المهارات في التعامل مع فريق متعدد المهارات إذا بشعر مثلاً أنه أنا شخص مدير قسم غير متعاون مش بالضرورة أتعامل معه بهذه الجزئية ممكن ألاقي جزئية أخرى أتعامل معه بالتالي ما أضطر أصطدم مع شخص يعني عنده تحفظ على عمل المرأة دائماً بالعمل الواحد بدو يطلع على كيف الناس يكملوا بعض والله احتمال هو وجودنا الاثنين مع بعض باعتي ثقة أكبر يعني لو كنت أنا الوحدي احتمال تكون الثقة أقل من ما نكون اثنين مع بعض لأنني أنا أصلاً تزوجت نائل فهذا بالنسبة إلي كمان كانت خبرة خبرة ما في زيها فحياة الشخصية هي اللي صاغت وهي اللي أعطت بعد ثاني وثالث لعملي الحقيقة فلي بحكي لكل سيدة عاملة إنه كل التحديات هي مؤقتة كل التحديات بيدعم المنزل وبدعم الشريك كل شيء يمكن تجاوزه أنا من النوع اللي ما عندي ما بشوف الحقيقة نمطية إنه المرأة المفروض تعمل شيء بالبيت والرجل ما يعمل شيء أنا بساعد بالبيت وبساعد بالشغل وبساعد مع الأولاد وأنا برأيي المفروض كل الرجال يساعدوا زوجاتهم بالبيت بتذكر مرة كانت بنتي بتدق غيتار فماما بتقول لي مونع عندها يعني شو بالبسرح وعم بالدق وانتي كنت ناسي تماما فتركت كل شيء بإيدي وروحت على المسرح إجيت آخر خمس دقايق وقعدت وكنت عارفة إنها ما شافتني وكانت بتضايقة فبس شافتني آخر خمس دقايق تغير كل شيء فهي واحدة من القصص اللي بتذكرها تماما في موضوع إنك تتفرغ مية بالمية شوف المرأة العاملة ما بتتفرغ مية بالمية خاصة في الأشياء اللي يمكن إنه نتنازل عنها يعني مش كل مباراة فوتبول ومباراة باسكتبول لازم أكون موجودة فعلا ما كنت موجودة تنسيش كمان الأطفال هن جزء من المسئولية وجزء من الرواية تبعتك وجزء من الهدف أو الرسالة يعني أنا أطفالنا بس إجينا عرفوا واحترموا رحلتنا الخاصة وقدروها إنه إحنا عم نحاول عم نعمل شركة عم نساهف الاقتصاد الوطني عم ندرب شباب عم نوظف سيدات مبرمجات عم نوظف مهندسات وإنه هذا عالم رائع وعالم جميل هذا بيعني إنه إذا كانوا الأولاد هن جزء من روايتك وجزء من يعني الرؤية والرسالة أنت مؤمن فيها بالعكس بيدعموك ببطلوهن العائق بصيروهن جزء من هاد الرحلة وهذا اللي صار معي الحقيقة قديش من ندعم المرأة في عملها قديش من نوفرها الأمن قديش من نوفرها عناية ورعاية ومنساعدها في حل المشكلات الأساسية سواء مواصلات سواء حضانة سواء دراسة سواء منع تحرج في مكان العمل أو في الفضاء العام سواء مسوا في الأجور سواء تشجيع في التدريب سواء أي شيء منقدر نعمله اليوم لتشجيع المرأة في لنخراج في سوق العمل هو الوقت اللي لازم نعمله بدك تشتغلي على التمكين الاقتصادي للنساء يعني افترضي أنا عندي كل المعرفة بمجال التكنولوجيا المعلومات ورح تدرست بالجامعة واخدت أعلى الشهادات وكل شيء لكن أنا ما عنديش موارد حقيقية أبلش مشروعي الشخصي إذن بتمكن الاقتصادي للنساء هو أحد أهم العوامل اللي صراحة بتخلص الفجوة الجندرية بين الجنسين واللي بتنعكس على تفاصيل حياة المرأة وحياة الأسرة وحياة المجتمع الشخص لما بده يفكر يعمل مشروع صغير يعني التكلفة عادة بتكون رأس المال بيكون قليل لكن تكلفته كبيرة هناك رسوم هناك ضرائب على الرغم من وجود مؤسسات يعني فيه مؤسسات للإقراض يعني موجودة عندنا وفيه ازدياد طلب للإقراض من قبل السيدات إلى أن الهدف المرجو من هذه المؤسسات لم يتحقق لبعضهم ليه؟ لأن فيه سيدات اقترضوا والآن يعتبروا بين قسين غارمات إما مهددات بالسجن أو فعلا فيه سيدات سجينو لتعثرهم في سداد القروض صراحة لازم بتغير عقلية الناس ولازم يكون فيه قوانين وأشياء بتمنع هاي التصرفات من المؤسسات عشان يصير فيه عدل أكتر للمرأة لأنه ما رح تضل هي طول حياتها عم تطالب بالمساواة والعدالة وهي الأشياء المناهج التعليم كثير من مناهجنا التعلمية ما زالت تقليدية نمطية بتعتمد على التلقين مش مؤثرة مش مقنعة يعني إحنا بنخلص المرحلة التوجيه ما بنعود نتذكر إشي لأنه هي قائمة على التلقين إلى درجة كبيرة وبالتالي إذا بتبلش تربي هاي الأجيال التي تبك تغير فيها أنا ما رح أغير بحده عمره سبعين وثمانين سنة وستين سنة تشكلت اتجاهاته تشكل وعيه تشكل فكره تشكلت ثقافته وهذا بيكون فيه صعوبة أنه يعدل لكن أنت بتبلش بالأجيال الجديدة اللي لازم يشوف المرأة يعني مماثلة إلو بالحقوق والواجبات مماثلة إلو بكل ما يتعلق بتفاصيل الحياة هي الشقة الثاني من الحياة وبالتالي إذا نشأ على تربي وثقافة وتعليم بيشجع هذا النوع من الوعي أنا بأعتقد هذا بي نعكسه مسلكيات الناس إحنا هذا يعني سلكين بهالحياة بي يفصلنا بالتحدي نبدأتحدى إشي عشان أنا أوصل إلو ما في شك أن تجربة السيدة ضوحة عبدالخالق هي تجربة مهمة وناجحة السيدة ضوحة هي إنسان ريادية عندنا في أردن مؤسسة شركة أسكادينيا أخذت جوائز في 2018 أكثر من جائزة وهذا بدفعنا إحنا كشباب وكنساء أنه نكون متحمسين أنه نفوت بهذه التخصصات التكنولوجية وتكون هي قدوتنا تجربة عظيمة تجربة أردنية عظيمة عم بتميل الكفة تجاه تعزيز الثقة بقدرة المرأة على التواجد في كل المجالات في كل أماكن العمل وفي كل مراحل التطور الوظيفة هو يعني بطلت خيار المساواة هو مصيرنا لاقتصاد ناجح لمجتمع صحيح ومتوازن المساواة تحديداً بحكي عن الاقتصاد والعمل من مصلحة الرجل والعائلة قبل أي شيء آخر من مصلحة المؤسسة قبل أي شيء آخر أنا أتعجب من أي شخص يعني ممكن يقول أنه يعني هذا ما بيساوي هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر